اشتركوا في القناة لا يمكن ان تكون العنصرية العنصرية بعيدة جدا عن يسوع كيف يكون يسوع عنصريا وهو اله كيف يكون عنصريا وهو الحمل الوديع كيف يكون المسيح عنصريا وهو الذي صلب من اجل خطايا الناس كيف يكون يسوع عنصريا وهو الذي بدل نفسه بعد ان نازل من السماء لاجل البشرية هذا امر بعيد كيف يكون يسوع عنصرية ورسالة الأولى ليحنى الفصل الرابع العدد الثامن تقول لنا إن الله محبة الله محبة أهم شعار وأشهر شعار للكنيسة على مدى قرون طويلة الله محبة وبالذات العنصرية مشكلة أين تكمل المشكلة العنصرية العنصرية أن تعتقد أن هناك جنس أرقم الجنس يعني يسوع من بني إسرائيل في يسوع سيقول إن بني إسرائيل أعظم من بقية الأمم إلى درجة أن لا تحدث عن انتخاب أن الله سبحانه وتعالى انتخب بني إسرائيل بيرسل إليه من الأنبياء ليس هذا هو الموضوع الموضوع أن بني إسرائيل قوم أطهار في مقابل أقوام أخرى حقيرة بهذه الصراحة كيف يقول يسوع هذا الكلام وهو الذي جاء في أمره في إنجيل وحنة الفصل الأول للعدد الحادي عشر أنه قد جاء إلى خاصته وخاصته أي بن إسرائيل لم تقبله يعني هو يمدح يقول بطهارة وقداسة قوم لم يقبلوه ورفضوه طبعا هذا الأمر سيجعلني أشك في يسوع إذا كان القوم الخاصة الذين أرسل إليهم قد رفضوه في مقابل بقية الأمم الأخرى التي قبلت رغم أن قومه هم الأطهار وبقية الأقوام أنجاس أنا أتحدث عن أجناس دم ولا أتحدث عن عقاد العقاد قد تقول فيها هؤلاء عقيدتهم باطلة هؤلاء يؤمنون بخرافات هؤلاء فيهم ضلالة عقلية كيف آملوا بهذه لا أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عن الجنس الدم العرق العرق كيف تقوله هناك العرق طهر وعرق نجس هذه القضية يسوع الذي جاء إلى قومه إلى بني إسرائيل وبني إسرائيل رفضوه جاء إلى خاصته وخاصته قد رفضته يقول لنا إن بني إسرائيل هم القوم الأطهار وبقية الأجناس العرقية أجناس نجيسة مستحيل أن يكون يسوع قد قال هذا الكلام هذا الأمر باطل هذا افتراء إسلامي هذه متابعة لأقوال الملاحدة في الغرب هذه دعوة منكرة قبيحة كيف تشتم يسوع هذا الرد الذي أتصوره وأنا أقول لمن يسمعني من نصار العرب الأمر هين سهل افتح الأنجيل وقرأ معي إذا كان كلامي صحيحة فخذ إذا كنت أفتري على يسوع فارفض كلامي خاصة أنك لست بني إسرائيل يعني المسيح الآن سيكون قد شتمك أنت خاصة شتمك بعينك وقال عنك إنك نجيس لأنك لست بني إسرائيل إذا كنت ستقبل هذا الأمر على نفسك فهذا أمر لا أستطيع أن أدفعه عنك وأنت حر فيما تختار لكن دعوني أذهب إلى الأنجيل لنحاكم الأمر محاكمة نصوص لا أذواك ولا هل يسوع المسيح عنصري أم لا النصوص هي الفيصل بيني وبينك طيب افتح معي إنجيل متة إنجيل متة الفصل الخامس عشر ونقرأ فيه هذا النص الذي تراه أمامك يقول ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي سور وصيدة فإذا امرأة كنعانية أي لست بني إسرائيل من بني كنعان امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه إلى يسوع صارخة ارحمني يا سيد يا ابن داود نادته بانتمائه إلى بني إسرائيل ونادته بهذا اللقب الذي يدل على أن المسيح هو المسيح الحق لأن المسيح المنتظر عند اليهود كما يقول النصارى هو من أبناء داود فالمرأة هنا امرأة مؤدبة وكريمة وأصلا تناديه بعبارات تدل على أنها تؤمن به وتؤمن بمسيحانيته وتناديه بأعذب الألفاظ وأكثره احتراما تقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي معذبة جدا يسكونها شيطان إذا هذه المرأة تقر وتعترف أن المسيح عليه السلام له قدرة القيام بمعجزات المرأة تخاطبه بكل القراءة الدالة على إيمانها به لكنه لم يجبها بكلمة فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا المرأة تجري وراءه وتتابعه وهو يمشي ويفر منها حتى رقى قلب التلاميذ لاحظوا أن قلب التلاميذ وهؤلاء التلاميذ يعني ناس كما تصورهم أنا جيني يعني ناس من عامة من أخلاط الناس من عامة الناس يعني حتى قلوب التلاميذ رقت هنا وهي ترى يعني حدة يسوع في مقابل هذه المرأة الطيبة الكريمة التي تحسن مخاطبة يعني كبراء الناس فأجاب أجاب يسوع ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل طبعا هذه قضية واسعة جدا هل المسيح أرسل إلى بني إسرائيل فقط أم إلى الناس عامة قصة المسيح بأكملها تقول إن المسيح قد أرسل إلى بني إسرائيل فقط إلا نصف آخر إنجيل ما تولي ذلك في فصل الأخير ولذلك رفضه عامة النقاد باعتباره يعني تلفيقا من مؤلف إنجيل مت ما علينا ليست هذه قضيتنا فأجاب ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل ولكن المرأة اقتربت إليه وساجدت له وقالت أعني يا سيد المرأة قدمت جميع فروض الطاعة وعلامات الإخبات وكل الدلائل التي تدل بوضوح وصراحة أنها تؤمن به وتعترف له بالفضل والقداسة حتى إنها قد ساجدت له منتهى الإذلال وقالت أعني يا سيد المرأة ما تركت شيء لتقوله للمسيح حتى يرق قلبه إلا وقالت فأجاب المسيح ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب ليس 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 من الصواب أن يؤخذ خبز البنين المعجزات والكرامات والفضائل والعطايا التي أقدمها إلى بني إسرائيل لا يجوز أن تؤخذ هذه العطايا التي تعطى إلى البنين الأبناء المدللين بنوا إسرائيل هم الأبناء المدللين لا يجوز أن يؤخذ هذا الخبز هذه العطايا والكرامات وتطرحها تطرحها ترمة ترمة لجراء الكلاب لاحظ أن يسوع لم يقل الكلاب لم يقل النص كوان باليونانية بمعنى كلب وإنما استعمل كلمة كوناريون كوناريون بمعنى كلب صغير جرو بمعنى جرو المسيح هنا يا سادة يصف من ليسوا ببني إسرائيل أنهم كلاب صغيرة لا قيمة لها أنهم كلاب وكلاب صغيرة كلاب وكلاب صغيرة ومتى قال ذلك؟ هل قالها في فورة الغضب أمام إنسان يشتمه؟ هل قالها في مقام حرب حتى نقول إنه إنسان نلق النبي إنه إنسان قد أخذته الحمية فأطلق لسانه دون روية؟ لا 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 قالها في مقام عجيب جدا وهو مقام مرأة فاضلة ضعيفة محتاجة تطلب منه عونة فواجهها بكل حدة بكل جلافة بكل غلظة وقال أنتم كلاب حتى في عالم الكلاب أنتم كلاب صغيرة لا يجوز أن أعطي هذه العطايا إلى هؤلاء الأنجاس هذا كلام واضح الكلب في العرفين الكلب في العرفين نحن جميعا عندما تستعمله في مخاصمة أو في محاجزة عندما تقول للمخالفك يا كلب أنت تقول له يا وضيع يا نجس فيقول له يا كلب يقول لهذه المرأة يا كلب لا يجوز أن أعطي عطايا البني إسرائيل إليك كلام في غاية الوضوح كلام في غاية الوضوح قديس الكنيسة يحن ذهبي الفم وذيحن ذهبي الفم من أشهر أباء الكنيسة ومن أشهر قديس الكنيسة ومن أهم من كتبوا تفاسير لأصفار الكتاب المقدس يقول يحن ذهبي الفم وصمي ذهبي الفم لأنه كان بارعا في الخطابة كان بارعا في الخطابة فأطلق عليه هذا اللقب يقول تعليقا على هذا الخطاب وَلَمَّا تَكَرَّمَ عَلَيْهَا بِكَلِمَةَ أَذَاهَا بِصُورَةٍ أَكْثَرَ حِدَّةٍ مِنْ صَمْتِهِ أَذَاهَا بِصُورَةٍ أَكْثَرْ حِدَّةٍ مِنْ صَمْتِهِ قال ذلك في تفسيره لإنجيل مت وهذا اعتراف من أحد أباء الكنيسة من أكبر فصحاء الكنيسة أما علامة الكنيسة أوريغانوس هذا رجل من أعظم علماء الكنيسة في القرون الأولى وله وتلميذه كانوا أئمة الكنيسة بعد رجل له تفسير وله كلام طويل في النقد النصي وله من أهم الأسماء في تاريخ الكنيسة ماذا يقول تعليقا عن هذا الموقف يقول إن المرأة الكنعانية ما كانت تستحق إجابة من يسوع بسبب جنسها بسبب جنسها يعني لو جاء الأنبياء كانوا يرسلون رحمة بالناس كانوا يرسلون رحمة للناس رحمة وظيفتهم أنهم دلالة على رحمة الرب بالناس النبوة فكيف إذا كان يسوع إله فمقام الرحمة أولى وأعظم وأجلى أوريغانوس يقول لنا بوضوح إن المسيح قد تجاهلها بسبب حقارة جنسها يستمر أوريغانوس فيقول ولما اعترفت أي هذه المرأة ولما اعترفت أن الأسياد هم من الجنس الأرقى نالت إجابة ثانية تحمل شهادة لإيمانها أنه عظيم طبعا بقيت القصة أن المسيح قد استجاب للمرأة لأن المرأة أذلت نفسها وقالت له كلاما يدل على أنها تقبل هذه الإدانة على أنها تقبل أن تكون من الجنس الأدنى وأنها تتلقط ما يبقى من موائد الأبناء المدللين لما أقرت بحقارتها نالتها الكرامة اليسوعية أنت لو ذهبت إلى الإنسان وقلت له أريد منك عشر جنيهات فقال لك أنا لن أعطيك حتى تشهد على نفسك أنك كلب وكلب صغير ربما تصفعه وتنصرف ربما تشتمه وتنصرف ربما ترميه بشيء وتنصرف هل تتصور أن هذا الأمر مارسه يسوع لمرأة كانت محتاجة لمرأة هذه المرأة لم تطلب هدية لم تطلب معجزة ليؤتلها بثمار جنة لم تطلب مالا طلبت شفاء ابنتها لأنها في محلة فكانت إجابة يسوع أنه أذلها حتى تقول إن بني إسرائيل من الأسياد وإنها من الكلاب حتى يمنحها هذه العطية وحتى يقر أن إيمانها عظيم إيمانها بماذا؟ إيمانها بالمسيح أم إيمانها أنها هي حقيرة؟ كلام في غاية الشدة لا يمكن أن يقبله إنسان اليوم لا يمكن أن يقبله إنسان اليوم طيب إذا كنت قد فوجئت أن يسوع يقول في من ليس من علق بني إسرائيل إنهم كلاب كلاب صغيرة قد فوجئت بهذا الأمر طيب اعلم أن يسوع قد قال عبارة أشد من ذلك بكثير أنت ربما إذا غضبت من الإنسان تقول له كلب هناك عبارة أسوأ من كلمة كلب في العنصرية عندنا من إسرائيل وعندنا اليوم وهي أن تقول لمخالفك عند فورة الغضب أو دلالة على احتقاله أن تقول له يا خنزير إذا قلت للإنسان خنزير خلاص أنت بلغت قمة العنصرية إذا شتمت إنسان بسبب عرقه أنه خنزير أنت قد بلغت نهاية العنصرية قد تودع منك في إنجيل متى الفصل السابع العدد السادس كما ترون أمامكم يقول يسوع لا تعطوا يقول لقومه من بني إسرائيل يقول لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب لا تعطوا الأشياء المقدسة للكلاب ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير أمام الخنازير أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجولها وتنقلب عليكم فتمزقكم من ليسوا من بني إسرائيل فهم كلاب وهم خنازير هم كلاب وهم خنازير لا تعطوا الأشياء المقدسة إلى الكلاب ولا تعطوا جواهركم إلى الخنازير إلى الخنازير إلى الخنازير حتى لو قلنا جادلا أن المسيح ما كان يتحدث عن من ليسوا من بني إسرائيل حتى لو كان يتحدث عن غير المؤمنين هل يقال لا تعطوا غير المؤمنين العطايا ولا تكرموهم أو لا تهدوهم طبعا الكلام هنا للأشياء التي لها معنى كريم لا تعطوا إما عطايا مادية أو عطايا معنوية لا تعطوها لغيركم لغير المؤمنين لأنهم كلاب وخنازير بالعكس عليك أن تكرمهم وتعطيهم عليك أن تكرمهم وتعطيهم عليك أن ترقق قلوبهم عليك أن تلين قلوبهم عليك أن تبضل نفسك في سبيل هدايتهم هذه هي وظيفة المؤمن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم المسيح يسوع يقول لك هو عندك خنزير وكلب طيب هل كلمة خنزير هنا تعني معنى سيء؟ مواضحة أنها معنى سيء؟ طيب حتى لا يكون أنا المتكلم دعونا نسمع إلى هاغنل هاغنل ناقد كتابي يقول إن كلمة يسوع هنا هي من أشد الألفاظ التحقيرية في المعجم اليهودي أموال لاكس يقول يقول في تفسيره تفسير أحبالي للعهد الجديد أي تفسير يهودي للعهد الجديد يقول إجابة على السؤال الذي طرحه هو نفسه وهو من هم الكلاب والخنزير في هذا المقطع يقول إنه من المعروف حتى لا يدخلني أحد في جدل هذا الرجل يفسر ألفاظ يسوع الذي هو من بني إسرائيل داخل السياق الثقافي للقرن الأول لبني إسرائيل في فلسطين يقول إنه من المعروف أنهما الاثنان شتيمة كلب وشتيمة خنزير يستعملان كلفظين تحقيريين للأمميين للأمميين ما معنى أممي؟ جويم بالعبري بمعنى أممي جويم بمعنى من ليس الأمم الأخرى غير بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هم الأصل وبقية الناس أمم على الهامش لا يجوز أن نصرف المعاني عن دلالاتها الثقافية في سياقاتها الزمانية كلمة كلب وكلمة خنزير كانت كلمات يستعملها اليهود كان يستعملها بني إسرائيل في القرن الأول في وصف من ليس من بني إسرائيل فكلام يسوع واضح جدا هنا دعوة بغيضة إلى العنصرية هذه كلمة لو قالها يسوع اليوم في محفل عام أمام الناس يقينا كانت سترفع عليه قضايا شتم وقضايا أخلاقية وكان سيحاكم لأجلها وإما يدفع غرامة أو يسجن طبعا للبلاد التي يحاكم فيها يسوع الأناجير يسوع عنصري أنت إنسان مصري أردني لبناني سوداني إريتري نصراني من أي بلد من بلادي التي يسكنها كثير من المسلمين وتفهم كلامي العربي أنت لست من بني إسرائيل ويسوع يقول لك إنك عنده موصوف أنك كلب وخنزير هل ستقبل كلام يسوع؟ هل ستنتفض كرامتك لترفض هذا الأمر؟ أم ستقبله؟ الأمر لك راجع الأمر راجعه في سياقاته الثقافية ودلالات الألفاظ الأناجير لا تجري وراء الذين يحاولون تحريف كلام يسوع لإخراجه عن معناه الحقيقي الأصلي المنكر اقرأ الأناجير بعيني رأسك وحاول أن تعرف يسوع الأناجير فإنه يسوع مسيح عنصري عنصري يحتقر كل جنس من غير بني إسرائيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته